إذن عدت لسؤال إذا الاعتراف الدولي في فلسطين وإدارة الجنائية الدولية لقادة في إسرائيل تغير في السياسة الدولية أم مناور الاستيعاب غضب الشعوب أيضا تفاعل مع هذا السؤال تفاعل زملائنا في البرامج الأخرى على شاشة القناة التاسعة ونبدأ بهذا السؤال للزميل عامر المالكي في برنامج بالمنتصف مع دكتور ربحي حلوم رئيس لجنة العلاقة الدولية المؤتمر الشعب الفلسطيني الخارج نتابع ثم نواصل في إطار تناولنا للشأن الفلسطيني طرح برنامج في الواقع سؤالا تفاعليا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا يقول الاعتراف الدولي بفلسطين وإدانة الجنائية الدولية لقادة الاحتلال الإسرائيلي هل هو تغير في السياسة الدولية أم مناورة لاستيعاب الغضب الشعبي هذا هو السؤال الذي طرحه برنامج في الواقع أستاذ أو دكتور ربحي يعني لكي نبحث حول هذا السؤال كان هناك سؤال مهم هل تعاني إسرائيل الآن من عزلة دولية خصوصا أن المكسيك أيضا انضمت مثلا إلى العدل الدولية صباح اليوم في قضية الجنائية الدولية في قضية التي رفعتها جنوب أفريقيا هل هناك عزلة الآن لدولة الاحتلال؟ اسمح لي أن أقول كما يقول حديث لغتنا صح النوم لمصر التي تزعم في صحوة الآن وتطالب وتنضم إلى جنوب أفريقيا في الدفاع عن فلسين كان عليها أن تبدأ هي بدلا من أن تظر جنوب أفريقيا ودولا غير عربية كان على مصر أن تكون هي البادئة هي التي تقف مع شعبها وأمتها مصر التي عودتنا عبر قرون في تاريخها وشعب مصر الذي عودنا أيام قادة توفاهم الله ووقفوا مع عروبتهم ودافعوا عنها وقدموا الغالي والنفيس وقدموا الشهيدة والشهيد دفاعا عن فلسطين أين مصر الآن من أمته ومن فلسطين التي يتحدثون عنها الآن ويقولون بدولة فلسطينية على كامل فلسطين على حدود 1967 دول أجنبية ثلاث أعلنت اعترافها وتجرأ البعض أن يثني على ذلك مشاهد الكرام في إطار تناولنا للشأن الفلسطيني طرح برنامج في الواقع سؤالا تفاعليا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا يقول الاعتراف الدولي بفلسطين وإدانة الجنائية إذن علق دكتور ربح حلوم دكتور أشرف حول دور مصر وقد أشرت إليه أيضا قبل قليل أهمية دور مصر في هذه القضية التي نعيشها اليوم بالتحديد دكتور أشرف شوف يعني أنا بشان أكون معك واضح وصريح يعني أنا عالم سياسي وأحلل المواقف السياسية الدولية وفق منطق صانع القرار في تلك المنطقة ولا نتدخل ولا نعطي مواقف هنا وهناك من أجل أن نجمل هذا الموقف أو لا نجمل دعني أقول وقبل أن نجاوب عن مصر الحراك العربي في هذه المنطقة على مدى عقدين وعلينا أن نراجع المواقف يعني لم يتوحد خلف مسألة واحدة كما توحد خلف القضية الفلسطينية في هذه الأشهر الماضية على اعتبار أنه بالحد الأدنى لم يجرؤ أحد على إدانة النضال للوطن الفلسطيني وكانت الرغبة الإسرائيلية الأمريكية وتطالبت من القيادة الفلسطينية من الدول العربية أن يدينوا السابع من أكتوبر لم يدينه أحد وهذا غاية الأهمية أعتقد أن مصر أولا مطمئنة لقدرة المقاومة الفلسطينية على أنا أقولها على جعل هذا العدو الصهيون الغاشم يصل إلى مرحلة ومفكوم الهزيمة الإستراتيجية الكبرى ولولا هذه المقاومة صمدت ثمانية شفور ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك في هذا السياح أنها يعني لو خلال مثلا الأشهرين الأولين ادخلت مصر وادخلت الجيوش العربية كيف يمكن لنا أن نحسم ذلك الصراع مع الغرب في إطار ميزان القوة أعتقد بمنطق العدالة ومنطق عدالة هذه القضية وقدسياتها ودعم العالم لها كيف يمكن كان لنا هي التي دفعت العالم إلى تأييد شعبنا وفضحت هذا الاحتلال وفضحت همجيته ووحشيته وبدأ ينهار ويتصدع من الداخل بفعل الصمود وأعتقد أن دور مصر لعب دور سياسي استراتيجي له علاقة بأن يقول للغرب وللعالم إذا أردتم الشرعية الدولية تفضلوا هذا العرب فيه هناك مبادرة السلام تفضلوا فيه هناك قرار شرعية دولية إذا لم تريدوا ذلك أنتم تريدون تدمير المنطقة لن نسمح لنتنياهو شعل هذه المنطقة منطقة خراب ودمار وحروب ودعيني أقول هالجملة بجزء ما حد بنتبهلها يعني في إحدى في إحدى الزيارات للداخل الفلسطيني المحتل مررت على بعض المدن يعني الرئيسية في دولة في فلسطين التاريخية يعني لعني أقول يعني متخلفين حضاريا عن العديد والعشرات من الدول العربية يعني فيه هناك يعني شقد حضاري من هذا الكيام الغاصب لدول المنطقة لأنها تتطور تنتقل إلى مركز تجارة عالمي مركز مالي عالمي تنتقل لمركز يعني فيه هناك استثمارات عالمية في هذه الدول فيه هناك نهضة عمرانية حضارية هذا العدو والغرب من وراءه يريد أن يحرق المنطقة كما حرقوا بغداد والعراق ولهذا يجب أن تكون المنطقة واعية لهذا السلوك الإسرائيلي شكرا وأعتقد وتقف فيما أقول الشعب الفلسطيني بإرادته وبمقاومته سيجعل هذا العدو يدفع ثمنا باهضا فيه عدوانه على شعبنا شكرا جزيلا ولاحظنا كيف تلك الاعترافات الدولية ولا أريد أن تحدث عن المحطات الجماعية العربية في هذه المعركة التي كانت بحدها الأدنى جيدة وداعمة للمقاومة من جهة ولشعبنا وقضيتنا من جهة التالي أشكرك أشكرا جزيلا دكتور أشرف عكا الكاتب المحلس ياسي الفلسطيني كنت معي في هذه الفقراء الأولى برنامج في الواقع مشاهدين الكرام نتوقف عند فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حلقتنا فابقوا معنا اشتركوا في القناة